لا تكاد أزمة في العراق أن تنتهي حتى تلحق بها أشد منها وأعقد وبعد تشكيل الحكومة ولو جزئياً وتسلم كل حزب حصته فتح المضمار مرة أخرى للمنافسة على ما تبقى بل اختبار صبر المنافسين وإيجاد هفوات على آخرين وفي المشهد السياسي الراهن تبدو القوى الخاسرة كلياً أو جزئياً في تشكيل الحكومة الجديدة متربصة لأداء رئيسها عادل عبد المهدي بل يظهر جلياً أن فشلاً قد يطيح بالرجل في حال بقاء قراره مرهوناً بيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو زعيم ميليشيا بادرهاد العامري مصادر الصحفية نقلت عن مسؤولين حكومين قولهم إن القوى السياسية غير راضية عن التشكيلة الحكومية كونها غير متجانسة بالإضافة لارتهان قرار رئيسها عبد المهدي بيد الصدر والعامري وهو الأمر الذي لم ينفيه تحالف الفتح اتشير المصادر إلى أن الصدر استطاع ولو مؤقتاً إرهاب خصومه وتهديدهم بخلط الأوراق إن لم تمضي الأمور كما يشاء ولعل هذا الحديث عززه تأكيد رئيس ائتلاف الوطني إياد علاوي بأن عملية تشكيل الحكومة القادمة تسيطر عليها كتلتان شئيتان مهيمنتان فقط مشيراً إلى أن المفاوضات تكاد تكون معدومة لوجود كتلتين تهيمنان على التشكيلة السياسية للبلاد وهما سائرون والفتح فقط تنتقل الأزمات إلى الشمال أيضاً فالوزارات المتبقية عمقت الخلافات بين القوى الكردية فعلى الرغم من حصول حزب بارزاني على وزارات المالية والإعمار والإسكان إلا أنه لا يزال متمسكاً بوزارة الهجرة والمهجرين التي لم يحسم أمر وزيرها حتى الآن في الوقت الذي يصر فيه غريبه الاتحاد الوطني على أن الوزارة من حصته كما رشح القيادية فيه خالد شواني لهذا المنصب بحسب النائب في الحزب ميران محمد وتعتمد الحكومة كما يشاع على توافق بين الأحزاب المتنفذة وعند الخطوة الأولى طفى الخلاف على السطح فكيف سيكون الحال بعد توزيع الوزارات المتبقية وانطلاق سباقات المشاريع المليارية والنفوذ يقول المراقبون إن حكومة عبد المهدي توفيت قبل أن ترى النور